السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عنيش رحل الدرس الخامس الضرب المتكرر من الوحدة الأولى أولى المفهوم الضرب المتكرر هنا ها يقول لنا ان تكرار ضرب العدد في نفسه عدة مرات يعرف بالضرب المتكرر يبقى الضرب المتكرر هو تكرار ضرب العدد في نفسه عدة مرات فمديك مسأل قالك 2 في 2 في 2 هو ضرب متكرر للعدد 2 ثلاث مرات ضرب متكرر للعدد 2 ثلاث مرات وتكتب اختصارا 2 مكتوب فوقها 3 وتقرأ 2 أس 3 2 أس 3 هنا أقول لك أن الـ 2 تسمى الأساس الـ 2 تسمى الأساس أما الـ 3 تسمى الأس وكذلك 5 في 5 5 في 5 6 مرات هو ضرب متكرر للعدد 5 6 مرات وتكتب اختصارا 5 مكتوب فوقها 6 صغيرة ونقرأها 5 أس 6 هنا الخمسة اسمها الأساس أما الـ 6 اسمها الأس أو بنجروها نقول لي 5 مرفوع للقوة 6 5 مرفوع للقوة 6 فهنا أقول لك عموما إذا كان ألف عدد صحيح فإن ألف في ألف في ألف إلى ألف بقى إلى في ألف فإن تساوي ألف تساوي ألف أس نون يعني الكلام ده يعني ألف مقررة نون مرة ألف مقررة نون مرة حيث أن ألف تنتمي لصاد السطار وإحنا قلنا أن صاد السطار مجموعة الأعداد الصحيحة من غير السف دون السف ونون تنتمي لصاد موجب يبقى هنا الأس موجب ينتمي لأعداد الصحيحة الموجبة أنا يجي نشوفه ملاحظات هامة بيقول لك هنا أن 5 أس 1 تساوي 5 5 أس 1 تساوي 5 وتسمى إيه القوة الثانية للعدد 5 وتقرأ مربع العدد 5 إبا 5 أس 2 نجروها إيه مربع العدد 5 بعد كده يقول لك 7 أس 3 تساوي 7 في 7 في 7 نضرب 7 ثلاث مرات تساوي 349 وتسمى إيه القوة الثالثة للعدد 7 تسمى القوة الثالثة للعدد 7 وتقرأ مكعب العدد 7 تساوي 81 وتسمى إيه القوة الرابعة للعدد سالب 3 القوة الرابعة للعدد سالب 3 عملية الرفع للقوة غير إبدالية عملية الرفع للقوة غير إبدالية يعني قال لك 2 أس 3 تساوي 8 طب لو عكسناها قلنا 3 أس 2 تساوي 9 هنا 2 أس 3 معناها اللي 2 اتضربت في نفسها 3 مرات الناتج عبقى 8 بينما 3 أس 2 معناها الثلاثة تضربت في نفسها مرتين 3 أس 3 بتسعة لذلك فإن 2 أس 3 لا تساوي 3 أس 2 ده اللي اسم هي عملية الرفع للقوة غير إبدالية في ملحوظة مهمة قال لك إذا كان الأساس عددا سالبا يبقى الرقم اللي من تحت عدد سالب مرفوع لأس زوجي الرقم اللي فوقي عدد زوجي كان الناتج عدد موجة يبقى إذا كان الأساس عدد سالب زي سالب 3 كده مرفوع لأس زوجي اللي هو إياه زي الأربعة الأربعة عدد زوجي بمرفوع لأس زوجي كان الناتج إيه؟ كان الناتج عدد موجة الناتج عدد موجة إذا كان الأساس عدد سالب بس مرفوع لأس فردي يبقى الأساس سالب والأس عدد فردي كان الناتج إيه عدد سالب يبقى إحنا عندنا الأساس سابات سالب الأساس عدد سالب يبقى إذن نبصه على الأس لو الأسز زوجي يبقى ليكون العدد موجة وإذا كان الأس الفردي كان العدد سالب الناتج يبقى سالب مع ديك مثال قال لك سالب 1 قسة عدد زوجي عيددنا خلال عدد زوجي وسالب واحد أس عدد فردي يدينا عدد سالب مثل رقم واحد أوجد ناتج ما يأتي هنا عنديك تلاتة أس ثلاثة سالب اثنين أس خمسة سالب تلاتة أس أربعة سالب سبعة أس اثنين أول واحدة معنا تلاتة أس ثلاثة معناها نضرب التلاتة تلات مرات فنقول تلاتة في تلاتة بتسعة تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين هنا عندينا رقم بيه سالب خمسة أس خمسة هنا عندينا الأساس سالب سالب اثنين والأس الأس عدد فردي والخمسة يبقى الناتج يبقى سالب الفردي دايما الناتج سالب الزوجي الناتج موجب فهنا عندينا سالب اثنين في سالب اثنين في سالب اثنين في سالب اثنين في سالب اثنين سالب 32 بالنسبة لرقم سالب 3 أس 4 هنا الأساس سالب 3 الأس 4 عدد زوجي يبقى الناتج عدد موجب سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 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 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 3 سالب 4 سالب 4 سالب 4 سالب 4 سالب 3 سالب 3 ملحوظة اضغط على مفاتيح الحاسبة ينم formal من يصال اليمين لإيجاد&قيمة السالب 3 سالب 3 سالب اول سالب سالب 3 سالب 3 سالب 3 قوي النياتج إيقابة السالي 243 ثانيا القواعد الأساسية المستخدمة في حالة الضرب التكرر في قواعد نستخدمها في حالة الضرب المتكرر في قاعدة اسمها قاعدة جمع الأسس إذا كانت الأساسات متساوية يبقى الأساسات متساوية لها قاعدة اسمها قاعدة جمع الأسس إذا كانت الأساسات متساوية من المعلوم أن 7 أس 2 في 7 أس 3 نحن عارفين أن 7 أس 2 معناها 7 في 7 و 7 أس 3 معناها 7 في 7 في 7 في 7 يبقى مغطوبة هي 3 مرات 7 في 7 في 7 طيب هنا عنديك 7 في 7 بنقصين في 7 في 7 في 7 يبقى نحن نتجاهل الأقواس يبقى 7 في 7 في 7 في 7 في 7 معناها 7 ضربت في نفسها 5 مرات يبقى 7 ضربت في نفسها 5 مرات معناها 7 أس 5 يمكن إيجاد الناتج مباشرة هكذا إزاي قال لك 7 أس 2 مضربة في 7 أس 3 هتجمع الأسس يبقى 7 أس 2 زي 3 يسوي 7 أس 5 يبقى في حالة ضرب أعداد فيها أساسات متساوعة نعمل إيه نجمع الأسس نجمع الأسس فلكن كذلك 5 أس 4 في 7 في 5 كذلك 5 أس 4 في 5 أس 7 فهنا الناتج يبقى نجمع الأسس فيسوي 5 أس 4 زي 7 5 أس 4 زي 7 نجمع الأسس يبقى 5 أس 11 5 أس 11 4 أس 10 في 4 أس 20 نجمع الأسس فتسوي 4 أس 10 زي 20 تسوي 4 أس 30 القاعدة بتقول إيه إذا كانت ألف تنتمر صاد وميم تنتمر صاد موجب ونون تنتمي لصاد موجب فإن ألف أس نون في ألف أس ميم تسوي ألف أس نون زائد ميم يبقى دائما الأسس عدد موجب إذا كان الأسس عدد موجب والأساس ينتمي لصاد فعندك ألف أس نون في ألف أس ميم هتجمع الأسس تقول ألف أس نون زائد ميم فمثلا قال لك سالب 2 أس 4 سالب 2 أس 4 ما ضربه في سالب 2 أس 2 عن يتمع الأسس تقول لك سالب 2 أس 4 زائد 2 تسوي سالب 2 أس 6 هنا عنديك الأساس سالب والأس عدد زوجي يبقى الناتج موجب فهنا تسوي 64 عدد موجب طب هنا رقم بيه سين أس 3 مضروبة في سين أس 5 نعمل يا نجمع الأسس فتقول تسوي سين أس 3 زائد 5 تسوي سين أس 8 هنا لاحظ في الضرب إذا كانت أساسات متساوية فإننا نجمع الأسس إذا فعلت الضرب الأساسات متساوية نعمل يا نجمع الأسس القاعدة رقم 2 لها قاعدة طرح الأسس إذا كانت أعداد الأسسية متساوية إذا كانت الأساسات متساوية فهنا لديك معلمين معلوم أن 2 أس 7 على 2 أس 3 تساوي 2 أس 7 معناها تضرب الـ 2 7 مرات في نفسها و 2 أس 3 هنضرب الـ 2 3 مرات في نفسها هنا هنقوله على الـ 2 في الواحد على الـ 2 في الواحد يبه هنا اختصرنا 3 من فوق مع الـ 3 المنتع هيفضل معنا 4 2 في 2 في 2 يعني هيفضل معنا 2 مضربة في نفسها 4 مرات فتساوي 2 في 2 في 2 في 2 تساوي 2 أس 4 2 أس 4 يمكن إيجاد الناتج مباشرة هكذا فهتقول 2 أس 7 على 2 أس 3 تساوي 2 أس 7 ناقص 3 تساوي 2 أس 4 يبه في حالة القسمة هنطرح الأسس في حالة القسمة نعملية نطرح الأسس فتقول 2 أس 7 ناقص 3 ساوي 2 أس 4 القاعدة بتقولك إذا كانت ألف تنتمي لصد ستار وميم تنتمي لصد موجب ونون تنتمي لصد موجب فإن ألف أس ميم على ألف أس نون تساوي ألف أس ميم ماقص نون بحيث ميم أكبر من نون فقال لك مثلا ألف 3 أس 8 على 3 أس 5 تساوي نطرح الأسس في حالة القسمة فنقول 3 أس 8 ناقص 5 تساوي 3 أس 3 تساوي 27 طب رقم بين سالب 2 أس 7 على سالب 2 أس 5 تساوي سالب 2 أس نطرح الأسس 7 ناقص 5 تساوي سالب 2 أس 2 تساوي أربعة في رقم جيم سين أس 5 على سين أس 2 نطرح الأسس فنقول سين أس 5 ناقص 2 تساوي سين أس 3 حيث أن السين لا تساوي السف طب بالنسبة لرقم دال 4 أس 2 مضروبة في 4 أس 5 على 4 أس 7 هنا عندنا في حالة الضرب نجمع الأسس ف4 أس 2 في 4 أس 5 تساوي 4 أس 7 مكسومة على 4 أس 7 طب هنا في حالة القسمة عن يطرح الأسس فتساوي 4 أس 7 ناقص 7 تساوي 4 أس 0 تساوي 1 يبقى 4 أس 0 تساوي 1 فهنا أقول لك في حالة القسمة إذا كانت الأساسات متساوية فإننا نطرح الأسس طب بصفة عامة إذا كانت ألف أس ميم على ألف أس ميم تساوي ألف أس ميم ناقص ميم تساوي ألف أس سف تساوي 1 حيث الألف لا تساوي السف يبقى أي حاجة أس سف تساوي 1 فملاحظة هامك لك كل ألف تنتمي لصاب يعني ألف عدد صحيح فإن ألف وألف لا تساوي السف يعني الألف دي لا تساوي السف فإن ألف أس سف تساوي 1 ألف أس سف تساوي 1 فقال لك مثلا 8 أس سف تساوي 1 سالب 9 أس سف تساوي 1 مثال رقم 2 أوجد ناتج ما يأتي هنا عنديك ألف 3 أس 2 على 3 أس 2 به 5 أس 3 في 5 أس 4 على 5 أس 5 جيم سالب 2 أس 3 في سالب 2 أس 7 على سالب 2 أس 2 في سالب 2 أس 4 الحال ألف 3 أس 2 ألف 2 أس 2 هنا في حالة القسم نعمل نطرح الأسس تساوي 3 أس 2 ناقص 2 تساوي 3 أس سف تساوي 1 طب رقم 2 هنا بديك 5 أس 3 في 5 أس 4 على 5 أس 5 في حالة الضرب علي جمع الأسس فهنا 5 أس 3 في 5 أس 3 ساوي 5 أس 3 زائد أربعة على 5 أس 5 طب هنا 5 أس 3 زائد أربعة تساوي 5 أس 7 على 5 أس 5 في حالة القسم نطرح الأسس يبقى تساوي 5 أس 7 ناقص 5 تساوي 5 أس 2 تساوي 25 طب رقم جيم سالب 2 أس 3 في سالب 2 أس 7 على سالب 2 أس 2 في سالب 2 أس 4 هنا عندنا في حالة الضرب نجمع الأسس فهنا البسط سالب 2 أس 3 في سالب 2 أس 7 يساوي سالب 2 أس 3 زائد 7 تساوي سالب 2 أس 10 طب المقام سالب 2 أس 2 في سالب 2 أس 4 علي جمع الأسس يبقى تساوي سالب 2 أس 2 زائد أربعة تساوي سالب 2 أس 6 هنا بقت عملية قسمة نطرح الأسس هنا الأسسات متساوية تساوي سالب 2 أس 10 ناقص 6 تساوي سالب 2 أس 4 عندك هنا الأساس سالب والأس عدد زوجي يبقى الناتج عدد موجب فهنا عندك سالب 2 أس 4 تساوي 16 بالنسبة لمثال 3 بيقول لك أوجد ناتج ما يأتي ألف أس 7 أس 2 مضروفة تسالب 7 أس 5 على سالب 7 أس 3 رقم بعض��� سالب 3 أس 7 مضروفة تسالب 3 أس 3 على سالب 3 أس 5 مضروفة تسالب 3 أس 2 سالب 3 أس 4 �ائر ثالب 3 أس 2 سالب ثلت الطيع على خمسة أس ثلاثة. الحال. اول واحدة الف. حي سؤالنا سالب سبعة أس خمسة. ساوي سالب سبعة أس خمسة. وسالب سبعة أس ثلاثة ساوي سبعة أس ثلاثة. فيكون ايه. سبعة أس ثلاثة. في سالب سبعة أس خمسة. على سالب سبعة أس ثلاثة. هنا عندها تساوي سالب سبعة أس ثلاثة. مضروبة في سبعة أس خمسة. يبقى هنا عمل ايه. طلع اشارت السالب من بره. وضرب بين قصين سبعة أس ثلاثة. في سبعة أس خمسة. على سالب بين قصين سبعة أس ثلاثة. هنا السالب راح مع السالب بيجد المسألة بتاعتنا نجمع الأسس 7.2 في 7.5 تسوي على 7 أس 3 نجمع في حالة القسم يطلح الأسس 7.7-3 تسوي 7.4 تسوي 2401 بالنسبة الرقم به سالب 3 أس 7 مضروبة في سالب 3 أس 3 على سالب 3 أس 5 في 3 أس 2 يبقى نحن نطلع السالب من برا ونقول 3 أس 7 في 3 أس 3 على 3 أس 5 في 3 أس 2 يبقى شرط السالب طلعناها من برا الحزبة تبقى في الناتج النهائي تبقى هنا سالب 3 أس 11 على سالب 3 أس 7 هتطرح الأسس تبقى سالب 3 أس 11 نقص 7 تسوي سالب 3 أس 3 تسوي سالب 27 يبقى الناتج سالب 27 بالنسبة الرقم جيم سالب 3 أس 4 على سالب 3 أس 2 زائد سالب 5 أس 3 على 5 أس 2 3 أس 4 على 3 أس 2 هنا سالب 3 أس 3 أس 3 أس 2 يبقى هنا سالب 5 أس 3 أس 3 أس 2 زائد هنا سالب 5 أس 3 أس 5 أس 2 هنا سالب 5 أس 3 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 3.2 ناقص 5 تساوي 9 ناقص 5 من 3.2 بتسعة 9 ناقص 5 تساوي 4 وهنا يمكن التأكد من إجابتنا باستخدام حاسبة الجيب وهنا الالة الحاسبة وبكده يكون وصلنا معكم من هاي الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتابع الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته